عندنا بما أننا بقى بنتكلم عن فيروس كورونا طبعا عندنا بروتوكولات حصلت كتير جدا من اتحادات قرية والاتحادات كمان إقليمية ولكن هنروح نشوف بعين تانية طبعا أزمة شهيرة جدا حصلت بين الرجاء والزمالك في الدورنس في النهائي وكان كمان في الكنفدرالية موضوع فيروس كورونا مباريات تتأجل لا مباريات دي هتتلاعب طبعا أثارت جدل كبير جدا داخل الكاف وداخل الاتحاد الأفريقي فبالتالي كان لازم من إجراءات تحفظ حقوق الأندية والمنتخبات في المسابقات القادمة من موسم 2021 وبالفعل الكاف اشتغل على أربع محاور رئيسية أربع محاور رئيسية كان أهمها هو فكرة القوائم وعدد اللاعبين طبعا في مسابقات بتقدم فيها الأندية قوائم زي مسابق الدوري أبطال أفريقيا والكمبيوترالية وفيه تصفيات وزي ما حضراتكم شايفين على الشاشة كان بالنسبة للمحور الأول وهو محور عدد اللاعبين كان فيه زيادة عدد اللاعبين في القوائم بعشر لعبين بمعدل عشر لعبين يعني بدل من أنت بتقدم القائمة بتاعتك 30 لعب هتقدم قائمتك 40 لعب ده تحسبا لأي إصابات في فيروس كورونا الأهم كمان أن لو أنت بقى بتلعب في التصفيات زي منتخب مصر أو أي منتخب أمم أفريقية أو كأس العالم أنت خلاص بتسافر بعدد غير محدود وبتعمل بي سي آر وأي وبعد كده لما بتطلع النتائج سلبية يبدأ يشارك في المباراة طيب أنا بما أني كالتحاد أفريقي وصلت لك قائمة الأندية لأربعين لعب طيب يبقى أنت هنا مطالب أن أنت تكون جاهز بأحداشر لعب أساسي منهم حارس مرمى واحد خلاص الأمر ممتعي وأربع لعبين بودلاء فأنت هنا لازم تلعب المباراة لأن خلاص أنا ادت لك قائمة أربعين لعب فبالتالي أنا مش عايز منك أكتر من خمستاشر لعب لكن النقطة اللي حابين نوضحها وبرضو يحصل تنسيق بين الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد المصري ويخاطب بها الكاف هي فكرة الانتقالات الشتوية الانتقالات الشتوية لسه عايزين بشكل رسمي الكاف هيقفل الانتقالات الشتوية إمتى لأن احنا الانتقالات الشتوية كالتحاد مصري من خمستاشر اتنين الكاف هيقفل فقط فترة القيد التانية واحد وثلاثين يناير فأنا أتمنى يكون يحصل تنسيق لأن بالشكل ده يا فارس لو أنت جيت عملت انتقالات شتوية مش هتستفيد بيوم في القايمة الأفريقية لأن هيكون خلاص القايمة الأفريقية أو الكاف قفل فترة القيد بتاعها الزبط أحمد هي منظومة من الكرارات المتتابعة يعني لازم احنا نبص عشان كده احنا هدفنا في الفقرة دي احنا بنفتح مجال لنقطة جديدة خالص انت بتشوف الكاف بيدي استثناءات مدى قدرة الفرق على استغلالها هتفرق في حزوزك في البطولة القادمة هتجي تلاقي فرق هيأت نفسها وقادر يدخل بقايمة 40 لاعب وانت قايمتك محدودة لأن الاتحاد الأهلي عندك ما خدش نفس الخطوات على نفس النصق كمان حابين نقولكم امتى الفرق بالنظام الجديد تعتبر نتيجة جياحة كورونا أو عدم قدرتها على المشاركة بالشكل الأمثل تعتبر خاسرة بعض النقاط تم توضيحها برضو زي في حالة عدم قدرة اي فريق انه هو يشارك ب11 لاعب منهم حارس مرمى زائد اربع بدلاء اللي هم الخمستاشر لو انت مقدرتش بعدما الاتحاد الافريقي وفرلك ان انت تقدر تستحب 40 لاعب تبقى خاسر لو مقدرتش توفر لحد الادنى اللي هو خمستاشر لاعب في حالة عدم قدرة اي فريق على السفر الى البلد المضيف لأي سبب يعتبر الفريق قاسرا اتنين ستر برضو في نفس الوقت لو انت مقدرتش تروح تلعب المباراة وهنا ده درس في ازمة الرجاء بالزبط احنا احيانا بنيجي نلاقي الخطاب الحكومي من دولة ما انه هو بيقول انا مش هقدر نتيجة البروتوكول بتاعي ان اللاعب يغادر البلد هنا اعتقد الاتحاد الافريقي بيزيل اللابس ده لان ما كانش فيه قاعدة منظمة في البطولة السابقة لا لو انت مش قادر تسافر تلعب نتيجة ظروف داخلية هتعتبر خاسر ده الاطار اللي كان واضح كمان اذا لم يستطع الفريق المضيف تنظيم مباراة او عدم تفويض حكومته لاستقبال فريق اخر يعتبر خاسر لو انت المباراة على ملعبك ومش قادر تحصل على الجواب اللي يخليك تنظم المباراة ده اعتقد برضو ليه علاقة بالتأجيلات اللي كانت حصلت من عندنا برضو انت حتتحمل نتيجة المباراة الكاف كويس جدا ان هو بيشتغل ويخرج بالاطار الصعبات اللي مرت ويبدأ يحط اجندة عشان يعبر بها وما يتعرضش لنفس المواقف وانا بحب ان فكرة ما عندك مشاكل تحاول تعالجها وذلك